لإيجاد السيغة العامة للمتسلسلة الهندسية المنتهية سوف أخذ معكم المتسلسلة التالية S الك يساوي A زائد A R S1 زائد A R S2 زائد إلى أن نصل إلى A R K ناقص الاثنين زائد A R K ناقص الواحد هذه متسلسلة هندسية مجموع متسلسلة هندسية إذا نستطيع كتابتها بهذا الشكل مجموع N بيساوي الواحد إلى K A R N ناقص الواحد فعند التعويض بN بواحد واحد ناقص الواحد R صفر هنا R S الصفر R الصفر أي شيء الصفر هو الواحد إذن يبقى معي A كما كان مسبقا عندما نأخذ الN بتساوي الاثنين 2 ناقص الواحد R S واحد إذن A في R S واحد عندما نأخذها بالثلاثة ثلاثة ناقص الواحد A R S اثنين وهكذا نستمر إلى آخر المتسلسلة سوف أعود بكتابة هذه المتسلسلة من جديد هنا S الك يساوي A زائد A R S واحد زائد A R S الاثنين زائد إلى أن أصل إلى A R K ناقص الاثنين زائد A R K ناقص الواحد الآن سأضرب هذه المتسلسلة في R في R الأس هنا رح يكون R أس الاثنين لماذا لدي R في R رح يكون أس الاثنين مجموع القوة رح نجمع القوة R في R تربيع سوف يكون معي R أس الثلاثة إلى أن أصل هنا R في R أس K ناقص الاثنين R وناقص الاثنين لدينا يصبح ناقص الواحد سوف يصبح معي ناقص الواحد وهنا رح يصبح معي R أس الك أستطيع أن أمسح هذه إذن رح يتبقى معي R أس الك لماذا؟ لأن لدي R أس سالب واحد في R رح يكون R أس صفر بتروح يبقى معي R أس الك أيضا رح أضرب بسالب إذن رح نضرب هنا بسالب بسالب سالب 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 إلى آخر حد بالسالب رح أجمع المتسلسلتين الآن فرح يكون معي بهذا الصورة S K ناقص S الك ناقص R S الك يساوي A R الصفر هنا لدي R واحد إذن A R الصفر سوف تنزل لماذا؟ لا أستطيع أن أجمع قوة مختلفة لدي R أستطيع أن أجمع ناقص AR مع AR S الواحد لأن الجميع S واحد لكن هنا لا سوف تنزل معي إلى الأسفل إذن هذه رح تكون معي هنا فرح رح يكون معي A زائد AR S واحد مع AR S واحد هذه رح تروح مع بعض و AR تربيع ناقص AR تربيع أيضا رح تروح مع بعض وهكذا إلى أن نصل هنا ناقص AR K S ناقص الواحد مع AR S ناقص الواحد أيضا K ناقص الاثنين في حد مسبق أيضا سوف تروح معه إذن هنا يتبقى معي الحد الأخير كما تلاحظون ناقص AR S ال K AR S ال K إذن ناقص AR S ال K رح أخذ عام المشترك الآن ال S K S K يتبقى معي في الحد الأول واحد ناقص ال R يساوي ناخذ عام المشترك ال A يبقى معي واحد ناقص الحد الثاني يطلع ال A الخارج سوف يبقى معي R S K الآن أريد S K نريد S K A فقط فأحتاج أن أقسم الطرفين على R ناقص الواحد بالتالي سوف أقسم هنا على 1 ناقص ال R وأيضا هنا على 1 ناقص ال R 1 ناقص ال R بالتالي بالتالي يكون معي A في 1 ناقص R K على 1 ناقص ال R وهذه تعرف بالصيغة العامة للمتسلسلة الهندسية المنتهية إذن لدينا هذه الصيغة العامة للمتسلسلة الهندسية ال S K بيساوي A في 1 ناقص ال R S K 1 ناقص ال R على 1 ناقص ال R وهذه صيغة مرة سهلة دعوني أعطيكم مثال بسيط وسهل لتوضيح الصورة أكثر لكم لو أخذنا المثال التالي مجموع N بيساوي ال 1 إلى ال 50 5 في 1 على الثلاثة أس ال N ناقص ال 1 لو أردت أن أحسب المجموع هذا كم رح يكون معي رح يكون المجموع يساوي بتطبيق الآن القانون ال A الحد الأول لما عوض بال 1 1 ناقص ال 1 صفر إذن هذا يصبح الصفر إذن 1 يتبقى معي ال A الحد الأول ال A رح يساوي معي الخمسة وأيضا لدي ال N تبدأ من ال 1 إلى ال K ال K 50 إذن ال K يساوي 50 ولدي الأساس هنا كما تلاحظون ال R يساوي 1 على الثلاثة إذن نستطيع الآن نصل إلى الحل نعود تعويض مباشر ال A ال A بخمسة في ال 1 ناقص ال R الأساس لدينا 1 على الثلاثة الثلاثة أس ال K ال K ال K لدينا خمسين إذن ال S ال خمسين على 1 ناقص ال R وهو 1 ناقص 1 على الثلاثة لو أخذنا مثال آخر وكان لدينا مثلا ال K 500 ما رح تفرق معنا رح تكون هنا 500 وأيضا هنا بنفس الطريقة 500 وشكرا لكم